بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت اللي هو عامل الويندوز الرجل عامل ويندوز من 30 سنة أظن حقيقة الرجل ده ثروته وصلت لمية مليار دولار يعني ايه مية مليار يعني ضعف موجودات البنك المركزي المصري تاني الرجل ده ثروته ادي ايه مية مليار يعني ايه مية مليار يعني ضعف موجودات البنك المركزي المصري ويمكن اكتر شوي ان الموجودات عندنا حاجة واربعية الرجل ده امبارح صوروه عشان تعرفوا بس ان المسألة لابس بلوفر وبانطلون كاكي ووقف طبور بيشتري صندويتش هامبورجر الوجبة بكام وايه مطعم غلبان كده اللي هو يعني يتقف فيه في الشارع اهو اللي هو يفده حاط ايده في جيبه ده ده بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت صروته مية مليار دولار مية مليار دولار الوجبة دي اللي هو يفده يجيب البرجر والبطاطس والبتاع بكام بسبعة دولار ونص الناس حطت صورة اهو هدي صورة اتحط لها بقى فالرجل ده تعمله كام لايك خمستاشر قال البيضة طبعا واخده اكتر بس ده راجل بجد ده انسان بجد ده نموذج بجد ده توريلي عيالك بجد ده كان صائد سنوية عامة وبقى اعظم واحد في تاريخ البشرية لو لاه ما كانش فيه كمبيوتر مؤسس مايكروسوفت وهو امراته بيديره اكبر مؤسسة خيرية في العالم واقف في الطبور مع الناس عادي جدا عشان تعرفوا بس ان الغنى غنى النفس اه لو سمحت اه تجيب لي انا ما انت عارف انت بتكلم مين انا العربية انا عايز اطلع على الانستجرام الطيارة اللا اللا بتاع اللا من انت من انت ده بيل جيتس على سن ورمح شخصية تاريخية تاريخية مش مش شخصية غانية تاريخية غير من الناس الغارج تاريخ العالم سبعة دولار ونص جايب الهامبورجر بتاعه ويف لا باعت سواء ولا باعت خدام ولا باعت السكرتير بتاعه ولا باعت المش عارف ايه وقف طبوره في عز البارد خاد سندويتشه وطبعا الناس اللي بتجري وراء كلها شك 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 مليون شو الحكاية تهديها بس للناس اللي هو بيبقى فاكر انه يوم ما يعني يعمله وراء بمليون كده انه عدى لا لا انت بتعدي من جوه مش من بره الغنى غنى النفس عمره مكان الحركات الصغيرة والتكبر عن ناس وعدم الإحساس بالبشر تعرفين بيل جيتس شغال على ايه دلوقتي؟ بيل جيتس شغال على الصرف الصحي في القرى الفقيرة في أفريقيا بيقاعد دلوقتي شغال على اختراع تولدتات جديدة تقدر يعني تخلص الناس من الفضلات بتاعتها عايش عايش للناس مش عايش لنفسه وهو اصلاه يعني حياكل اكتر من من السبعة ونص دولار دول يعني هو هيكل استندويتش ده زي زي وحيشبع زي زي انما في ناس ميتة على القرش حكاية غريبة دي حكاية بيل جيتس